نخش بقى بعد كده على أخبارنا النهاردة وبعد الخبر ده هنبدأ حليتنا كالعادة من النادي الأهلي الاسبوع ده الحقيقة كان مفرح جدا قرويا للنادي الأهلي والحقيقة شوفنا انتصارين مميزين جدا قابليهم كمان من قبل الانتصارين دولا تلات انتصارات وراء بعد لكن يوم السبت كان انتصار نادي الزمالك الأهلي انتصر على نادي الزمالك 3-3-0 الحقيقة كانت مماراة مميزة جدا شهدت تقلق كهرباء نجم النادي الأهلي الجمهور الأهلي في ظهره وهيفضل في ظهره لانه نجمه مميز جدا اشترى النادي الأهلي وموقفه لا ينسى الحقيقة طبعا هو راجل فولتو عالي كده يعني هو راجل عنده كارزمة من نوع خاص في الملعب وبرى الملعب والحقيقة هو كهربته عالية شوية الفترة دي وشاهدت طبعا المباراة دي تقلق كمان محمد شريف حمد شريف نجم اكتسب السقة مرة أخرى عاد أحرز هدفين في لقاء الزمالك ده هدف كهرباء هو طبعا الورد فولتو عالي الحقيقة مهم اللقاء كان متقلقين من نجوم النادي الأهلي فيه بشكل مميز جدا زي ما قلت لحضركم محمد شريف أحرز كمان هدفين وكمان اللقاء ده تحديدا شهد تقلق أكتر من لاعب حمد فتحي كان مميز جدا طول فترات اللقاء مش هنسى أتكلم بشكل مخصوص كده يعني على لعيبة مش وغد حقها إعلاميا يعني طبعا حمد فتحي وكهرباء ومحمد شريف وكل نجوم النادي الأهلي عمل لقاء مميز جدا لكن أنا عندي تعليق على عدم حديث الوسط الإعلامي الرياضي عن محمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة وغيرهم طبعا فيه نجوم جديدة تقلقت في المطشو ده عفتاح مثلا نزل كأنه بقاله سنين بيلعب مروان نزل كأنه ابن النادي الأهلي مثلا لكن محمد هاني بقاله ست مباريات من وقت إصابة أكرم توفيق شايل الجبهة اليومنا دي على أعلى مستوى عمل لقاءات مميزة جدا 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 عمل حاجة جميلة قوي 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 إنه هو مستوى سابت مستوى سابت وبيزيده وبيستفاد من كولر على قد ما يقدر نفس الكلام دولامي ربيعة أنت كان عندك المنطقة الدفاعية ورا دي مكان السردباكين فيهم إصابات وبيحصل فيهم ضربات كتير وبتاع الرجل ما شاء الله عليه سابت ست مطشوات أو أكتر كمان حاجة مميزة قوي إنه هو رغم أن الناس ما بتتكلمش عليه وما فيش حديث غير عن طبعا النجوم المميزة اللي رجعت والهدفين اللي قدامه لكن الناحية دي محتاجين ندعمهم الناس دي رمي ربيعة في كاس العالم اللي فات عامل كاس عالم ولا أحسن ومستنين من ذوه في كاس العالم ده محمد هاني ما ننساش كلنا ماتش بارني ميونيخ مثلا الشناوي الناس بتستنى له يغلط الناس بتستنى لمحمد الشناوي إنه هو يغلط أي غلطة لكن طول ما هو مستوى سابت طول ما هو متقلق ما حدش يجيب سرتهم مش فاهم الحقيقة هل ده إنه هما متعودين مثلا يتصيادوا الأخطاء فقط ولا وقت الدعم ووقت ما اللعيبة تبقى محتاجة دعمهم ومستواهم سابت ومستواهم مميز ما يجيبوش سرتهم أنا بصراحة هنا من شاشة قناة النادي الأهلي وده دورنا إنه إحنا ندعم كل لعيب النادي الأهلي سواء اللي متقلق منهم أو اللي مستوى سابت ومحافظ عليه والناس متعودة منه على دالة برضو ده ياخد حق ده شيء واجب علينا كإعلاميين وواجب على إعلام النادي الأهلي تحديدا شكرا